قالت لجنة خارطة الطريق التي شكلها البولمان والليبي بشأن مرحلة المقبلة إن الانتخابات الجديدة ستحتاج إلى تسعة أشهر من التحضير من أجل ضمان أمنها ونزاهتها هذا وقالت اللجنة خلال جلسة مجلس النواب إنه بات على البولمان اختيار رئيس وزراء مؤقت جديد للبلاد ويشفع على العملية الانتخابية هذا وشكل مجلس النواب لجنة خارطة الطريق لهدف وضع تصور متكامل المرحلة السياسية المقبلة أقبى فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها السابق في 24 من شهر ديسمبر الماضي